ايران تتحدث عن تعرض احدى سفنها لقرصانة بحرية امر قد يثير معه الكثير من علامات الاستفهم خاصة وان هذه السفينة مملوكة للشركة الايرانية للنقل البحري المدرجة على القائمة السوداء الامريكية بعد كشف نقلها معدات متعلقة ببرنامجي ايران الصاروخي والنووي العام الماضي بدورها اعلنت الشركة الايرانية ان احدى سفنها تعرضت لهجوم وصفته بالارهابي في البحر المتوسط وافاد الاعلام الايراني ان سفينة الشحن كانت في طريقها من ايران الى اوروبا عندما اصطدمت بعبوة الناسفة ووفقا لشركة الايرانية فان الحادثة اسفر عن اندلاع حريق صغير في موقع الانفجار تم احتوائه على الفور وتشير السلطات في ايران الى انه سيتم اتخاذ لجراءات القانونية لتحديد هوية مرتكب هذه العملية عبر المنظمات الدولية المعنية تأتي الحادثة بعد اقل من اسبوعين من اتهام اسرائيل لايران بالوقوف وراء هجوم استهدف سفينة اسرائيلية في خليج عمان وهو ما نفت طهران في ذات الوقت تشير تقارير لصحيفة والاستريت جورنال الامريكية الى ان اسرائيل استهدفت منذ اواخر عام 2019 اكثر من عشر سفن ايرانية كانت متوجهة الى سوريا تنقل معظمها نفطا ايرانيا واشارت هذه التقارير الى ان اسرائيل استخدمت اسلحة بينها الغام بحرية لاستهداف هذه السفن بدوره لم يعلق زير الدفاع الاسرائيلي على هذه التقارير لكنه اكد في الوقت ذاته مواصلة الحرب على مواصفه بالارهاب وكل من يساعد الارهابيين